عندي كمان نقطة مهمة جدا النقطة دي في اختيارات المنتخب انا اكتر واحد بشيب بالجهاز الفني المنتخب مصر لان معيار اشتي باي جهاز فني او لعيب حاجة ما بتجدبش الارقام اذا وجدت الارقام انتهى كل شيء والارقام ما بتجدبش النتائج ما بتجدبش الاهداف ما بتجدبش التأهل لكاس العالم ما بيجدبش التأهل لانهائي البطولة الافريقية في الجابون ما بيجدبش ولكن اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر عاملة مشاكل كتيرة جدا من حقهم يختاروا اللي هم عايزين ومن حقهم يختاروا القيمة اللي شايفينها من وجهة نظرهم الانسب لكن لو شفنا معسكر مارس في مباراة البرتغال واليونان قلتلكم بالنص كده تحس ان المباراة اليونان اتحط فيها المجموعة البودلاء ورجبوا اوتوبيس ونزلوا منزل دوروا ما فيش فرامل دي بحادثة اطلع ازاي تفاهمني ان لعب زي حسين الشاحات مش موجود في اختيارات هيكتور كوبر مش عارف افهمها ازاي تفاهمني ان لعب موجود من شهر واحد في الدوري الاماراتي ودوري محترم وقوي وبياخد افضل لاعب ومعه في الفرقة نجم كبير اسمه عموري افضل لاعب في الدوري اسيا او في بطولات اسيا والنهاردة مش موجود ما ادتوش انت الحقيقة تحكم عليه في مباراة اليونان خلاص هو تشوفته كويس قوي انت حبيت تشيل الحرك عن نفسك وجبته عشان يقدي شوية وتقول عليه ان هذا لا يصلح هو انت مش متابعه في الدوري الاماراتي هو انت مش شايف هو انت مش شايف الاداء بتاعه ونتيجه هو انت مش شايف قدي ايه لعب اكتسب الخبرات دي كلها وقدي ايه اتظلم هو موجود في المقصة وما اتخدش ولما اخد احسن لاعب في الدوري الاماراتي انت مش واخده خالص هي المجموعة السابتة اللي من الاول ناس بتعمل مقارنة بينه وبنشكبالة ان واحد في رقيته هتنزل مثلا درجة تانية وواحد خد احسن لاعب مش ده محور حديثنا انما الناس شايفة والمتابعين شايفين والمسئولية كبيرة على هيكتور كوبر والجهاز الفني لكن اكيد لحق الاختيار تماما والانصاف كانت نتائجه مميزة جدا ومعلومة على السريع وعالهامش كلنا بنتمنى التوفيق للمنتخب المصري ولكن انا بقول لكم بعد كاس العالم هيكتور كوبر مش موجود مع المنتخب المصري وده برغبة الاتنين على فكرة رغبة اتحاد الكرة ورغبة الموديل الفني الموديل الفني اللي هو قاعد مع المجموعة بتاعته بيتكلم صعب يا جماعة حقق الانجازات تاني انت يبقى مطلوب منك توصل كاس العالم لانك وصلت وانت وصلت لنهاية افريقيا يعني شايفين مشوارها يبقى صعب عليهم وفي نفس الوقت معهم مشوارها يبقى صعب لان فيه عروض اخرى خليجية بعض الاندية الخليجية والجهاز بيه كامل الجهاز بيه كامل فبالتالي مش فرقة هنجددوا لكن طبعا عايزين يعملوا حاجة مع المنتخب ده اكيد هما من وجهة نظرهم شايفين المنتخب دي الاختيارات المسلة يعني من وجهة نظرهم هما اكيد عندهم رؤية لكن مش كل الاختيارات يعني تقول لي حسام عشور برة تقول لي السلية برة تقول لي مؤمن زكريا برة تقول لي حسين الشحاب برة حاجات يعني تخليك تتراجع عدد من اللعبين اللي انضموا مميزين جدا انا مش هتكلم في اي واحد انضم اي لعيب انضم المنتخب مصر والجهاز ضمه اكيد يستحق لكن ايه المعيار ايه المعيار هقولك بعض الكواليس كده من جوة المنتخب وتحديدا عن عمر جمال والسلية كوبر بيتنقله كل كبيرة وصغيرة تخيلوا ان ما نقل لكوبر ان عمر جمال في بعض تصرحاته قال ان طريقة الجهاز الفني لا تحترم المهاجمين ان الطريقة الدفاعية اللي بيلعب بها هكتور كوبر بتقلل من المهاجمين وبتبقى المهاجمين ما بيقوموش بالشكل كبير لان بنلعب كرة الدفاعية تصريح عادي جدا اتنقل لهكتور كوبر ازاي بشكل مش بهذا يعني التحديد يعني اتنقل للراجل اللي هو بيهجم عليك ويقولك كذا 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 لذلك هلأ خلاص ده مش بيقدي كويس ده انت كنت يا مستر كوبر بتاخده لما بيكون احتياطي عمر واذا كان لعب في الدولة الفنلندي اعتقد ان دي كانت مشهورة الجهاز الفن اللي قالوله انت مش هتاخد حظك لو رجعت على النادي الالف هذا توقيت في ظل وجود ازاره وكانت نصيحة الجهاز الفن العام ان يشوف حتة وهم دايما بينصحوا في فنلندا هم دايما بينصحوا في فنلندا حتى مع عبدالله السعيد فنلندا برضو هي كلمة سر عندهم في فنلندا ماشي السلية قال لك ان السلية قال في احدى التصريحات على عدم على عدم اختياره المرة اللي فاتت في معسكر مارس قال حزبي الله ونعم الوكيل هل انت سمعت السلية قال كده هل كل ما يكتب فعلا موجود انا بقول لكو كواليس يا جماعة انا بقول لكو كواليس من جوة الجهاز الفني لمنتخب مصر ده سبب عدم الاعتماد بشكل كبير على السلية او ان الناس دي بتهاجمنا ما ناخدهوش خلاص طالما بيهاجمنا مين اللي بيوصل ليكتر كوبر ما هم معروفين بتوصله كده ليه عشان تضم لاعب في نفس المركز في اي نادي تاني معروفة برضو طيب انت متأكد من التصريحات دي التصريحات دي سليمة بينا ليه بتاخد اللي انت عايز تاخده كده على السريع وبالشكل اللي انت عايز اعتقد ان الاسلوب في الاختيار يحتاج وقفة ده منتخب مصر بندعم الجهاز الفني لمنتخب مصر وبقول لكم الاركام الاركام رجل بتاع اركام الاركام تؤيد وتدعم الجهاز الفني لمنتخب مصر واكيد اختاراتهم من وجهة نظرهم صائبة لكن في بعض الامور لازم تكون اوضح ويكون فيها امانة اكثر نقطة المضيقة نقطة المضيقة بقت نقطة واضحة جدا مصر فرعنة اهرامات تاريخ حضارة نيل محمد صلاح محمد صلاح لازم ياخد حقه وياخد وضعه اشتركوا في القناة